أعلنت وكالة الأمن الإلكتروني الإيطالي استهداف الألف من خوادم الكمبيوتر في جميع أنحاء العالم بهجوم إلكتروني من برامج خبيثة منبهة المنظمات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لحماية أنظمتها وأوضح مدير الوكالة الإيطالية أن الهجوم استهدف استغلال ثغرة في البرمجيات وكان واسع النطاق وأشار إلى أنه تم اختراق الخوادم في دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وفنلندا وكذلك في الولايات المتحدة وكندا